مساء الخير على حضرتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضرتكم حلقة جديدة ويوم جديد في المحترف في الدور المصري هذه النهاردة هنتواصل الحديث على مختلف ملفات القرى المصرية ما فيش شك وكل الملفات اللي تخص القرى المصرية وكمان هنعدي طبعا أكيد بالتأكيد ونوعا فعند طبعا النادينا العظيم النادي الاهلي لكن قبل من تكلم في حديثنا النهاردة وعن أخبار النادي الاهلي وعن الدور المصري واستعدادات الأندية والصدقات داخل السوق الدور المصري خلينا الحقيقة نقدم خالص التعازي قناة النادي الأهلي وطبعا برنامج المحترف في وفاة نجم الشواكيش الدكتور أشرف الألفي الحقيقة لوفاته الإلمانية نتقدم أكيد بالعزاء لأسرة الكرة المصرية جميعا وأسرة نادي الترسنة في وفاة الدكتور أشرف الألفي نجم نادي الترسنة ومنتخب مصر الأسبق توفت دكتور أشرف الألفي نجم نادي الترسنة السابق ومنتخب مصر ومدير الإدارة الطبية السابق باتحاد الكرة بعد معاناة مع المرض وعدة أزمات قلبية وأجرى جراحة في القلب الدكتور أشرف الألفي كان من اللعيب المميزين الحقيقة في جيله في نادي الترسنة في الستينيات حصل على كاس مصر أكتر من مرة وكان طبيب من العيار التقيل خالص التعازي لأهل الدكتور وربنا يلهمهم الصبر والسلوان الحقيقة زي ما أقول لحضراتكم ملفاتنا النهاردة كثيرة نتكلم بالتفصيل على صفقات السوق المصري عاملة هنتكلم على نادينا النادي الأهلي الحقيقة اللي بيستعد بشكل كبير جدا لمعسكر الصيف الحقيقة النادي الأهلي خلاص بيستعد بشكل كبير جدا في الاستعداد للمعسكر سيقام إن شاء الله في أحد الدول الأوروبية وفي الغالب هيكون في النمسا بيخلص كل الإجراءات الخاصة بالتأشيرات استخراج التأشيرات إنهاء كافة الأمور الإدارية طبعا بقيادة الكابتن خالد بيبو الحقيقة من أول ساعة يستلم المهمة الحقيقة عنده شغف وعنده قوة وعنده إصرار إن شاء الله إنه يكمل المسيرة النكحة للكابتن سيد عبد الحفيظ وده عادة النادي الأهلي يعني كل جيل بيسلم جيل سواء على مستوى الفني على مستوى الإداري حيث كابتن خالد بيبو في اتصالات مستمرة مع مستر كولر خلال الأيام اللي فات وبينصقوا مع بعض كافة الأمور الإدارية قايمة الفريق المبدئية مجموعة اللاعبين إن شاء الله اللي هتتضم للمعسكر وأكيد أو من منتظر أن يكون فيها مجموعة الحقيقة من اللاعبين الشباب النادي الأهلي والجهاز الفني أكيد هيستعين بلعيبة شباب وده مهم جدا قبل ما يبدأ الموسم عندنا بطولات كثيرة جدا جدا وده بيرجعني الزمان شوية أول خبر كان بالنسبة لي إن أنا انضميت للفريق الأول للنادي الأهلي الحياة كان عندي تقريبا 18-17 سنة ونصف 18 سنة وكان في معسكر في غزلافي وكنت بنطلع نتمرن شوية وننزل شوية مع لعبناش طبعا مباراة رسمية أنا وعدد من اللاعب الموجودين أفتكر كان عمرى أنور ومحمد عبد الجليل لكن الخبر السعيد كان بالنسبة لي في الوقت دوت إن هاني يلا طلع الباسبور وطلع الإقامة والتأشيرة عشان أنت هتكون متواجد مع الفريق الأول للنادي الأهلي في المعسكر الأوروبي الحقيقة كنت سعيد جدا كنت فرحان جدا 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 أن أنا هكون متواجد مع كوكبة من النجوم مع الفريق الأول للنادي الأهلي في المعسكر خارجي وخلي بالكوا دي بتبقى بدايات بداية التقلق إن شاء الله للمجموعة أنا بقول كده علشان المجموعة اللي هتطلع إن شاء الله بإذن الله من المنتظر في مجموعة من الشباب هتكون متواجدة في المعسكر الأوروبي اشتغل كويس جدا في هذا المعسكر يعني طلع إمكانياتك المعسكر ده بيكون صعب جدا خلي بقى لكم معسكرات الإعداد بتكون معسكرات صعبة بيبقى فيها جهد بدني كبير جدا وجهد زهني كبير جدا وفيه على الإدارة الفنية بتشوف وبتحاول بحط إيديها يعني بتحط التوتش الأول كده على الشكل اللي هيزعر عليه النادي الأهلي السنة اللي جاية وبالتالي دور الشباب مهم جدا خلال الفترة اللي فاتت كان ليهم أدوار الحقيقة مع كولر والراجل بيشوف الشباب الموجودة عندنا في النادي الأهلي بيشوفهم وبيهتم بيهم بشكل كبير جدا فالمعسكر إن شاء الله هيكون بإذن الله معسكر ناجح في الغالب هيكون في النمسا والمعسكر زي ما بقول لها حضراتكو بيكون على المستوى البدني بيكون صعب فيه في مشاقة كبيرة جدا جدا واللعيبة علشان كده اللعيبة حتى في الفترات التواقف ديت ما بيكونش فترة سلبية كل اللعيبة بعد ما بتبعد شوية عن الكورة وعن الأجواب بتبدأ تخش الجيم تجري شوية لازم يحافظ على معدل معين من اللياقة يعني ما بيروحش سفر اللياقة لازم يكون عنده معدل من اللياقة البدنية والبرامج التدريبية اللي بتتسلم للعيبة قبل الأجازات كل واحد عنده برنامج تدريبي بيتمرن عليه أو بيمارسه خلال أجازته ما بيكونش خلاص بس على البحر كده لعشرين أو خمسة وعشرين يوم لا بيبقى فيه فترات بتبقى راحة سلبية خالص وفيه فترات بيقدر اللاعب ببرنامج بيتسلم له قبل ما يطلع على الأجازة وبالتالي لما بيروحوا المعسكرات بيبقى فيه الاهتمام بالحالة البدنية أكيد وبيكون رجوع اللاعب للحالة البدنية بيكون أسرع طالما هو عنده لسه جزء من اللياقة البدنية وبالتالي بتبقى الأمور صعبة ولكن زي ما بقول لحضراتكم مهمة جدا لكل لعب مهمة جدا للمدير الفني إنه زي ما بقول لحضراتكم بيقف على شكل الفريق وبدايته في بداية الموسم خاصة يمكن نادي الأقلي عنده يعني خلال الأربع شهور اللي جايين عنده بطولات كثيرة جدا جدا سواء على المستوى الأفريقي السوبر الأفريقي على مستوى كاس العالم للأندية على مستوى كاس مصر كمان اللي هيتكمل السنة اللي جاية لكن الحقيقة الموسم الكرة والجديد يعني هيكون مختلف تماما يعني هيكون صعب ويكون عنده مبارات كثيرة جدا جدا ده بياخدنا للقضية اللي تكلمنا عليها الإسبوع اللي فات تاني بقول يمكن من الحاجات الأساسية اللي يمكن اتعامل عليه برنامج المحترف مش هنتكلم شوي على الجداول والكورة والانتقالات لا بنتكلم كمان على ملفات وقضايا احنا شايفينها في مصر وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا بنحسن شوية من خلال الحمد لله عندنا فريق إعداد ولا أرواع وأنا من خلال خبراتي يمكن اللي اكتسبتها بوجودي في أوروبا لمدة 15 سنة كان من الأساسي أن هذا البرنامج بيقدم بعض الاستشارات بعض المقترحات اللي من شأنها نحنا نعلي شوية يعني نعلي الدوري بتاعنا شوية على مستوى المنتخبات نمشي بخطة احترافية بشكل كبير حقيقة فتحت مع حضراتكم الملف ده الإسبوع اللي فات عن دور المحترفين ودور الدرجة التالتة مين اللي هيصعد ومين اللي هيجي ومين اللي هيروح وتاني بأكد لحضراتكم كل الاحترام لكل المنظومة الموجودة في اتحاد الكورة ما عندي ناس شك أنا على المستوى الشخصي يعني عندي علاقة طيبة بكل الناس بكل الناس يعني أصدقاء وعزاز لكن احنا بنتكلم على رأينا بنتكلم على شكل عامل الكورة المصرية الحقيقة يعني النظام الجديد اللي تحط كان مفاجأة للجميع يعني كل الناس بتتكلم يعني إزاي فريق من الدرجة التالتة يصعد مباشرة للدور الممتاز دون العبول لدور المحترفين أو الدرجة التانية يعني زي ما انت عايز تقول أو تسميه سميه ودوة الحقيقة يعني ملف دايما بنقول ودايما بنقدم الأفضل من وجهة نظرنا من خلال وجهة نظرنا اللي يمكن اكتسبناها من خلال خبرات كتيرة جدا جدا عبر سنين طويلة وبنحاول نصلح الصورة لو شوفنا حاجة غلط شايفين إنها غلط بنتناقش فيها مش انتقاد لأشخاص بعينها الحقيقة يعني ما فيش انتقاد لشخص بعينه ولكن الحقيقة بنحب دايما نضيف أو لو عندنا قدر من المعلومة ان احنا نضيف حاجة للكرة المصرية للدور المصري زي تكون المسابقات مستقرة بشكل جيد بنتكلم على دور محترفين خلي بالكو أنا يعني من مؤيدين جدا 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 لدور المحترفين اللي هو دور الممتاز به أنه يكون مجموعة واحدة السنة اللي فاتن كان ثلاث مجموعات وفرع عدد كبير جدا لكن من السنة اللي جاية أو من الموسم القادم دور المحترفين فيه عشرين فريق ده شيء يحترم جدا وشيء كان مهم جدا للكرة المصرية وأعتقد حيفيد الكرة المصرية بشكل كبير لو تم تسويقه بشكل معين لو تم إذاعته بشكل معين لو إن شاء الله وحيكون فيه خلي بالك مميزات جدا أنت بتوسع قاعدة الاختيارات على مستوى المنتخبات وخاصة المنتخب الأول هيكون عنده قاعدة ويتفرج على مباريات بشكل منظم ده شيء الحقيقة يحسب لتحد الكرة وإصراره على دور المحترفين النقطة اللي يمكن كان فيها الخلاف شوية عملية الصعود السنة اللي جاية بالنسبة للدور الممتاز وصعود فرقتين من الدور المحترفين وحزوز فريق آخر من دور الدرجة الثالثة للدور اللي بعد يلحيها هي دي التحفز الوحيد وما زال يعني حتى اتحاد الكرة يتكلم اللي هو لأ هو يعني كان دورة سوداسية في الحضراتكم عارفين دور الدرجة الثالثة ست مجموعات أوائل المجموعات هلعبوا دورة سوداسية كان البطل هيصعد فيها للدور الممتاز جيت تحاد الكرة قال لك لأ البطل من هذه الدورة السوداسية هيلاعب تالت دور المحترفين مازالت النقطة هي هي مازالت القضية هي هي في عملية الانتقال المباشر من دور الدرجة الثالثة للممتاز الحقيقة النظام غريب شوية يعني لسه مش مفهوم بشكل كبير والحقيقة يمكن أنا الحلقة اللي فاتي تكلمت على الدوريات في العالم كله يعني كيف تدار الدوريات في العالم كله على مستوى الصعود والهبوط إزاي الاندية الدوري الممتازة بتهبط كم عدد الاندية اللي بتهبط كم عدد الاندية اللي في الدرجة الأقل اللي بيصعده وتعالوا كده مع بعض ثواني نشوف الناس بتشتغل إزاي في العالم كله وفق نظام معين ونظام محدد معلن من زمان جدا ونظام الصعود والهبوط في بعض الدول وعلى مستوى الأوروبي وعلى مستوى كمان الأفريق طيب عندنا الدوري الإنجليزي دوري الإنجليزي 20 نادي بيهبط أصحاب المركز الثلاثة الأخر بينزلوا إلى التشامبينشيب قالية الصعود بقى من التشامبينشيب بتتغير شوية يعني خلينا نقول دوري المحترفين بيتم تصعيد الأول والتاني بشكل مباشر يعني من دوري المحترفين البتاعنا بيصعد الأول والتاني بشكل مباشر ولكن على مستوى المركز التالت بيعملوا حاجة اسمها البلاي أوف بيأخذوا أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس والسادس في الشامبينشيب في دوري الدرجة التانية في إنجلترا بيعملوا دورة مصغرة ما بينهم وكمان يعني المركز الثالث بيواجه المركز الثالث عشان يكون ليه أولوية أنه المركز الثالث أقوى بيقابل المركز الثالث والعكس الرابع باللعب الخامس المهم هذه الدورة بينتصر فيها واحد هو اللي بيصعد إلى البريمير ليج يعني اتنين بينزلوا أو التلاتة بينزلوا اتنين من الدرجة التانية بيطلعوا مباشرة وبيعملوا دورة سوداسية ما بين الدربعية ما بين التالت والرابع والخامس والسادس اللي بيصعد للبريمير ليج على مستوى أسبانيا أسبانيا عشرين نادي بيهبط أصحاب المراكز التلاتة الأخيرة يعني آخر تلاتة بينزلوا طيب عملية الصعود عملية الصعود زيها تقريبا زي الدوري الإنجليزي بيصعد الأول والتاني مباشرة والأندية من المراكز من التالت إلى السادس بيعملوا دورة مصغرة بيصعد منها البطل هذه الدورة إلى الليجة أو الدوري الأسباني القسم الأول طيب الدوري الإيطالي عشرين نادي بيهبط برضو أصحاب المركز التمنتاشر والتسعتاشر والعشرين آخر تلات مراكز بينزلوا طيب عملية الصعود بيصعد مباشرة الأول والتاني في جدول الترتيب لكن من المركز بقى التالت إلى المركز التامن مش السادس يعني بياخد من التالت والرابع والخامس والسادس والسابع والتامن بيلعبوا كأس مصغرة التامن بيلعب الخامس والسادس بيلعب السابع والمتأهلين بيلعبوا أصحاب المركز التالت بيلعب الرابع يعني التالت بيلعب الرابع واللي بيكسب بيستنى الفايز من المجموعة التانية بيلعب مباراة والفائز في هذه المباراة بيصعد للسيريا أو الدوري الممتاز الأول أو القسم الأول في إيطال ألمانيا نفس الشيء أنا عشت كثير في ألمانيا اتغيرت بعض الحاجات شوية لكن هو طبعا بتتكلم أصحاب المركز التسعتاشر والعشرين بينزلوا بشكل مباشر يعني عندهم عشرين فرقة بيتم صعود من الدرجة التانية صاحب المركز الأول والتاني مباشرة وبيعمل يعني ملحق ما بين صاحب المركز التمنتاشر من دوري الدرجة الأولى أو من البوندزليجا وصاحب المركز التالت من السفايتا بوندزليجا أو الدوري الدرجة التانية بنظام مباراة زهاب وقياب واللي بيفوز بيصعد للبوندزليجا كذلك الدوري الفرنسي عشرين نادي بيهبط آخر تلات بيهبط المركز التسعتاشر والعشرين بشكل مباشر الأول والتاني من الدرجة التانية بيطلع بشكل مباشر بيتم ملحق زي ألمانيا تقريبا صاحب المركز التمنتاشر في الدرجة الأولى بيلاعب المركز التالت في الدرجة التانية وده برضو بيبقى مباراة رايح جاي وبيصعد فيها على مستوى الليجة الأسبانية طيب ده بتقولي على مستوى أوروبا طيب تعال نشوف على مستوى أسيا إزاي الدوريات دي في أسيا بتشتغل الدوري الياباني 18 نادي في النهاية بيتم هبوط أصحاب المركز ال 16 وال 17 وال 18 طيب التصعيد بيتم تصعيد أول 3 أول 3 في الدرجة التانية بيصعد بشكل مباشر إلى الدرجة الأولى سهلة جدا الدوري الصيني كذلك هم 16 فريق 15 و 16 بينزلوا للدرجة التانية وأصحاب المركز الأول والتاني من الدوري الدرجة التانية بيطلع للدرجة الأولى الممتاز الحية. ده السهولة والشكل الواضح حتى على مستوى المنتخب أو على مستوى الدوري الإماراتي. كذلك أصحاب المركز الأول والتاني في الدرجة التانية هم اللي بيصعدوا. الدوري المغربي 16 نادي مثلا في الدوري الممتاز بيهبط بيهبط صاحب المركز 15 و 16. آخر اتنين بينزلوا بشكل مباشر للدرجة الأولى. وبيصعد أول وتاني البطولة في القسم التالي إلى القسم الأول. الحية احنا بس بنتكلم ده على على أساس ان احنا زي ما بقول لحضراتك كل كل يعني كل الدوريات بشكل كبير خاصة عملية الصعود للممتاز ديت بيبقى فيها مشوار صعب جدا. يعني فيه أندية بتبدأ من الدرجة الرابعة بتبدأ رابعة وتالتة وتانية وبتاعدين تخش دوري ممتاز. فالبلاننج هو ده الموجود. لما شفنا في حاجة مختلفة شوية احنا حطينا سبوت عليها. وبنحط السبوت دوت على أساس زي ما بقول لحضراتكو. مش انتقاد لأشخاص لكن انتقاد للفكرة نفسها. ان انت بتعرض فكرة مش موجودة على الساحة سواء على المستوى أوروبا على مستوى أسيا. مش موجودة الفكرة ديت طب. الفكرة دي يعني طب انتوا بتعملوا فكرة جديدة طب الهدف منها ايه؟ يعني ايه اللي حييجي بالإضافة على للكرة المصرية؟ او ايه اللي حتضيفه؟ او الفكرة دي يعني في النهاية هتبقى ماشية ازاي؟ وليه الفكرة دي جات أصلا. كل دي علامات استفهام الحقيقة. يعني بنرسدها من خلال المحترف. وبنعرضها على الناس. بنعرضها على الرأي العام. ويكون فيه مناقشة. الموضوع مش موضوع انتقاد. وده اللي بتعملوه. الكلام دوت ما يفعش. خلي الناس تطلعوا وتتكلموا. واحنا نقول فكرة. وحد تاني يقول فكرة. وبالتالي. وبالتالي نوصل في الآخر الى شكل معين وشكل منتظم. سواء لدوري الممتاز. او سواء لدوري المحترفين. او حتى سواء لدوري الدرجة الثالثة. طيب. عندنا اخبار سريعة زينا نقولها مع حضراتكم. ان تحديد موعد كاس السوبر الابطال. طبعا السعادة اللي فاتت. المهندس سروة سويلم. عضو رابطة الاندية المصرية. كشف عن الموعد الاقرب لانطلاق كاس السوبر الابطال. في نسختها الاولى. طبعا حضراتكم عارفين. دي نسخة لسه جديدة. البطولة هتكون بدل بطولة السوبر المصري. السوبر المصري خلاص. انتهى في بطولة جديدة. دلوقتي هتضم اربع فرق. سويلم قال ان البطولة ستقام في الامارات. وزي ما حضراتكم عارفين. ستجمع بين بطل الدوري ووصيف الدوري. بجانب طبعا بطل كاس مصر. وبطل كاس الربيطة. سويلم اوضح ان البطولة هتقام على الارجح خلال شهر ديسمبر اللي جاي. هيتم اعلان كافة التفاصيل من جانب الشركة الرعية ان شاء الله للمسابقة. ويتكون بداية قوية. اللي بطولة قوية ان شاء الله. كمان ان الدوري المصري سينطلق في الموسم الجديد. خلال الفترة ما بين 15 ل 20 سبتمبر. ده اللي قاله سرود سويلم. طبعا عضو رابطة الاندية المصرية. وانه هيتم اجراء قرعة الدوري ان شاء الله ما بين الفترة من 15 ل 20 اغسطس الجاري. اشار كمان ان الموسم الجديد. هيشوف او سيشهى التطور كبير في التصوير التلفزيوني لمباريات الدوري المصري. ووضح ان الرابطة لا تبخل الحقيقة بجهد من اجل تطوير البطولة المحلية بشكل كبير جدا. الحقيقة كل التوفيق لرابطة الاندية. كل التوفيق لاتحاد الكورة. هو ده اللي عايزين نشوفه. تطور. احنا ما بنقولش عايزين نبقى ما بين يوم وليلا عايزين نبقى زي البريمير ليج او الدوري الالماني او الدوري الاسباني. لا لكن فيه خطوات ان شاء الله تتاخد فيه تحسين. كل سنة كده نحسن شكل. النهار ده صارت سويلا بيتكلم على البس التلفزيوني. ان شاء الله يكون فيه تحسن بشكل كبير على مستوى البس التلفزيوني. على مستوى للتنظيم. ان شاء الله يكون موسم يعني موسم موفق بإذن الله الموسم القادم. وكمان تحديد موعد انتخابات مجلس مجلس الرابطة المحترفة. مبارع التحاد الكورة. كمان حدد موعد انتخابات مجلس ادارة الاندية الجديد. هيكون يوم خمستاشر. يعني تقريبا يعني بعد اربعة ايام تحديدا. وهيتم غلق باب الترشح بعد بكرة. يوم الحد هيتم غلق باب الترشح لها لمجلس ادارة رابطة الاندية المصرية. طيب. هنروح معكم كمان للقطة تانية. الحقيقة لفتت انتباه الاسبوع ده. وعايز يعني ابص عليها ونحللها مع حضراتكو. ان الاتحاد السعودي بيقرر انه بيسمح للاندية في الدوري روشان. دوري الدرجة الاولى بتسجيل اللاعبين غير السعوديين بعدم الالتزام بالحد الاقصى. يعني ممكن جدا كل الاندية السعودية تتعاق مع كلهم لعيبة اجانب. مش سعوديين. ولكن بشرط واحد ان في المباراة في الدوري المحترفين او في دوري الروشان. دوري الدرجة الاولى. يكون موجود تمال لعيبة فقط موجودين في الملع. علامة استفهام شوية. يعني احنا بنشوف في سوق الانتقالات بالنسبة للدوري السعودي. ماشي بشكل اكتر من رائع على مستوى النجوم. على مستوى الصفقات. ولكن هنقف عندي دي شوية ان انت ممكن يكون فيه استعجال شوية. يعني الكلام ده موجود في اوروبا شوية. لان في اوروبا الدنيا مفتوحة. اوروبا كلها تعتبر حتة واحدة. الانتقالات سهلة جدا جدا جدا. ممكن تلاقي فريق زي المان سيتي مثلا. كلهم ما فهمش غير اثنين تلاتة انجليز. لكن بيختلف شوية عن الدوري السعودي. السؤال دايما اللي بيترح لما انت بتفتح القايمة كده. اللي مفيش عدد محدد بالنسبة للاجانب في الدوري. وبتسمح بس لتمانية. تمانية عدد كبير. تمانية بيلعبه في المباراة. يعني لو طلعنا حارس المرمى يبقى عندك اثنين بس سعودين بيلعبه في الدوري السعودي. ده بيجيب علامات استفهام على مدى تأثيره. على اللاعب السعودي نفسه. على المنتخب السعودي في الفترات اللي جاية. هل ده هيتم الضرر باللعب السعودي؟ وجهة نظر تانية يقول لك لا. هيكون فيه منافسة كبيرة جدا بين اللعيب المحترف اللي بيجي من بره السعودية مع اللاعب السعودي. ممكن يزقه شوية او يعني يرفع من مستوى الفني. دي وجهة نظر. لكن في وجهة نظر مختلفة. تقول لك خلاص. يعني ممكن الدوري السعودي هتلاقي كل اللعيبة بره. يعني مش سعوديين. وبالتالي حيقل فرص اللاعب السعودي انه يلعب ويشارك في المباراة ويظهر بشكل جيد. وبالتالي عملية المنتخب بالنسبة له. سواء على مستوى الشباب او المنتخب الاول. ممكن يكون فيها بعض يعني التحفز شوية على هذا الكرة. خلينا نشوف الايام اللي جاية. وزي ما بقول لحضراتكم الدوري السعودي والسعودي داخل بقوة كبيرة جدا جدا هذا الموسم. خلينا نتابع هذه التجربة مع السعوديين. طيب. زي ما بقول لحضراتكم النهاردة في حلقتنا. هيكون لنا كلام مهم. الحقيقة عن النادي الاهلي. وعن زي ما بتكلم مع حضراتكم. عن نظام الصعود بالنسبة لدوري المحترفين. هيكون معنا اتنين من نجوم النادي الاهلي. الحقيقة كابتن عمر. كابتن طبعا عادل طعيمة والكابتن عمر الحديدي. بجانب هيكون معنا زميلنا المتقلق محمد الباز. المحضر لنا. الحقيقة أرقام رائعة وإحسايات رائعة عن الموسم اللي فات. كمان عن القيمة التسوقية للأندية المصرية. بداية الموسم كانت ايه. نهاية الموسم كانت ايه. فكل ده في انتظار ان شاء الله. في انتظار ان احنا مع حضراتكم. هنناقش ونخوض في هذه الملفات. لكن نروح لأخبار سريعة. مع حضراتكم. نستعرضها سريعا بعنوان وصور. نبدأ بخبر عن الكابتن محمود الخطيب الحقيقي. النهاردة بيزور الأكاديمية الطبية. الكابتن محمود الخطيب رئيس إمبارح. زار الأكاديمية الطبية. حرص على زيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندرية. لبحث سبل التعاون ما بين النادي الأهلي والأكاديمية. والاستفادة من إمكانياتها ملعبها منشآتها الرياضية الهائلة. والمرشحة لاستضافة معسكر الإعداد الخاص بفرق النادي المختلفة. كمان خبر تعلن فوندس. دي طبعا تفاصيل برنامج اكتشاف المواهب في النادي الأهلي. شركة أمستر دام كلينيك. فوندس الهولندية نظمت محاضرة مع أعضاء النادي بفرق التجمع الخامس في حضور الكابتن رؤوف عبدالقادي المدير مشروع البطل الأولمبي. والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة. ده لتفعيل مشروع النادي في اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها. حرصت الشركة كمان على تعريف أعضاء النادي بدور الشركة. تنمية قدرات الأطفال بشكل علمي عن طريق القياسات. برنامج تحسين الأداء اللي بتجرى من خلال مجموعة من الخبراء الهولنديين الموجودين في النادي الأهلي. وشهدت الفترة اللي فاتت الحياة. الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمشروع اللي بيحظى الحياة برعاية مباشرة من جانب السفارة الهولندية في مصر. انطلاقا من مكانة أكيد النادي الأهلي شعبيته الكبيرة جدا. اللي تعاول عليها طبعا السفارة في نجاح التجربة إن شاء الله في مصر. بعدها ستم إطلاق المشروع في الشرق الأوسط بالكامل. طيب. في طبعا تصريحات كلر الحقيقة اللي كان ليها صدى إيجابي كبير جدا جدا فيه على مستوى جماهيري النادي الأهلي. تصريحات كلر لصحيفة السويسرية اللي أكد فيها كلر من خلال هذه التصريحات إنه سعيد جدا في أجستو أولا وكان سعيد جدا بوجوده في مصر. قال إن الضغط كبير جدا في المباريات على مدار الشهر ونص اللي فاته. وقال إن إحنا كنا بنلعب تقريبا كل ثلاث أربع تيام بنلعب مباراة. لكن بعد الفوز بالدوري ودور الدوري المصر وبطولة أفريقيا الحقيقة. بيقول إن الجميع شعر بالسعادة والردل تام. وعن كبول طبعا عرض النادي الأهلي في الموسم الماضي. قال تلقيت عرضا من بعض العروض من الشرق الأوسط. بعضها من الأندية كمان الأفريقية في السابق. لكن أعتقد إن كرة القدم لم تكن متقدمة في تلك البلدان عن أوروبا. وقال حاليا أفكر بشكل أسكى شوية أو بشكل مختلف شوية. عندما جاء عرض النادي الأهلي الحقيقة اكتشفت إن النادي الأهلي أكثر الأندية نجاحا في قارة أفريقيا. لدي عدد كبير جدا جدا من المشجعين. يصل لستين مليون مشجع. الجميع كمان بيتكلم على الكل بيعيش عن مهام كمان المدير أو المدرب في مصر. بتختلف كثيرا عن أوروبا. أكد إنها كبيرة. يعني كل الصلاحات عنده صلاحات كبيرة جدا جدا. بيجب عليه اتخاص قرارات سريعة في أوقات سريعة جدا. هنا في مصر أو في أفريقيا بينظروا للمدرب أو هنا في النادي الأهلي بيبصوا المدرب باحترام كبير جدا. ما بيكونش على نفس الصورة في بعض الأندية في أوروبا. وقال كمان عندما كنت يعني في البطولة العربية طلبت من رئيس النادي عدم المشاركة لأن اللعبين سيحتاجون للراحة بعد موسم طويل جدا. وده كان الحقيقة كان طلب وكان استجابة سريعة جدا من الكابتن محمود الخطيب الحقيقة. لأن بيرجعنا للقرار بتاع السنة اللي فاتت بداية الموسم اللي فات. وقرار مجلس إدارة برئاسة كابتن محمود أن اللعيبة خلاص. إحنا فقدنا الدورة وبالتالي أجازة. وده كان ليه الحقيقة يعني فعل السحر في هذا الموسم الاستثنائي للنادي الأهلي. كمان نفس الموقف تقرر بالنسبة للبطولة العربية. الكولر الحياة متزن جدا في تصراحاته. كل يوم بيزيد يعني حب جماهير النادي الأهلي لهذا المدرب الحياة. أدى موسم استثنائي مع النادي الأهلي في انتظار المزيد بإذن الله من كولر. من لعبة النادي الأهلي يقدمه. كمان الموسم القادم يكون موسم استثنائي. هنطلع لفاصل سريع. بعد الفاصل معنا النجومنا النهاردة كابتن عادل تعمى والكابتن عمر الحديدي. أهلا وسهلا بحضراتك ومرة تانية في المحترف. خلينا نرحب بديوفنا النهاردة الكابتن الكبير. الكابتن عادل تعمى. مسأل فل عليك كابتن. نورنا. إن شاء الله أكون بخير يا رب. والمتعلق دائما الكابتن عمر الحديدي. عمور مسأل فل. نورنا عمور. حقيقة عايزة أبدأ معك كابتن عادل. بالنهاية به في نهاية الإنترو قبل الفاصل في الجزئية الراحة. وكيف يستفيد لعب الكرة بعد موسم طويل وشاق من الراحة بتاعته. سواء الراحة دي فيها جزء سلبي وجزء إيجابي. وكمان الاستعداد للموسم القادم من خلال معسكر. إن شاء الله يكون موجود في النمسا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا الفترة الراحة دي ما بتبقاش راحة سلبي. يعني اللعيب ما بيعودش بقى قاعد يأكل شارب. وبس لا. اشتغل بقى سباحة. يلعب تنس. سكواش. أي حاجة بعيدة عن كرة القدم. بحيث إن هو ليقتو البدنية إلى حد كبير تبقى موجودة. ما يبقاش في دهون. الجسم كله عضلات. بيفضل إنه على البحر. علشان طبعا اليود والماء الملحش تبقى مهمة جدا. السباحة طبعا لأن طول الموسم العضلات بتبقى زي ما حضرك عارف بتبقى كلها صلبة جدا. السباحة ننضم مميزاتها. إنها بتعمل مطاطية في العضلة. وبالتالي السباحة مع اللعب على الرمل. ركت أو أو تينس أو أي حاجة من الحاجات ديات. مع نوع من أنواع المرح مع ولاده. الترابط. طبعا الأكل المنظم. صحيح. ده مهمة جدا كمان موضوع الأكل. يعني مش أجازة بقى العيب يخش ويأكل اللي هو عايز اللي بكون كمان مهمة جدا عملية دي التغذية خلال الراحة السلبية. هيكل الحاجات اللي هي كان محروم منها لكن بقدر. الحاجات اللي كان محروم منها هي مثلا حاجة معينة فيها دهون زيادة. يعوضها. يعني مثلا نفسه يأكل حمام بقى طول السنة ما بيأكلش حمام. طب يا سيدي كل حمام. بس يعني 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 عوض دي بقى انك انت الصبح مثلا عشر دقائق جاري على الرملة. بعدين تروح نازل صباحة. بعدين تقعب لك نصف ساعة سكواش. برضو النوم لازم بقى برضو. بالزبط. زي ما حراك عارف برضو عملية انتظام الغدة اللي في الدماغ اللي بتزبط عملية النوم مش عايزين هيبقى فيها خلال. يعني انت في الماتشات بتنام الساعة كام حداشر اتناشر. نفس نفس التوقيت أتعود عليه. يعني بيأخد بيأخد باله من نفسه في الحالات او من خلال خطوط عريضة. ويمكن انا اتكلمت ان كمان بيكون فيه برامج تدريبية معينة في الاجازات بتسلم للعيبة قبل الاجازة. انه هو بيمارسها بشكل كبير. من ده عمر بالنسبة لاستعداد النادي الاهلي للموسم القادم. استعدادات يعني اعتقد هتكون فيه النمسا. خلاص التأشيرات بتطلع وكل حاجة الامور الحمد لله ماشية كويس. اهمية معسكر النمسا ده بالنسبة النادي الاهلي بالنسبة كمان للعيبة. ممكن تكون فيه لعيبة صغيرة موجودة في المعسكر ده. اهميته للنادي الاهلي استعداد لموسم طويل. خلي بالك فيه بطولات كتيرة جدا. بتكلم في الاربع شهر اللي جايين. النادي الاهلي عند بطولات كتيرة جدا. وتحديات كتيرة. اهمية المعسكر ده يا عمر. بس يا كابتن هاني. اول حاجة الفترة اللي كان الكابتن عادل بيكلم فيها لفترة الراحة. دي اللي هو اللعب ينعزل تماما عن الأجواء والضغوط. وتلاحم المراشم اللي احنا شفناها. الفترة اللي جاية دي تقديم أوراق اعتماد جديدة لكل لاعب لكولر. واسلوب جديد بيشتغل بين راجل بقى. مش في الأول تلات ايام واربعة ايام. تصحيح أخطاء. لعندهم ساحة يعرف ينظم ويشتغل مع لعابة النادي الاهلي. والقماشات الجديدة اللي داخلها. تقديم أوراق جديدة. يعني انت بتتكلم ان هو مش هيعتمد بقى خلاص انت كنت كويس الموسم اللي فات او انت مفنش معي كويس فانت ضامن انك تبدأ. خلي بالك جزء دي مهمة. يعني بعض اللعيبة ممكن تيوصل لها. انا ناهي. انا ناهي كويس او موجود اساسي. وبالتالي ممكن تفوتوا عملية التركيز في الفترة الاعداد. وبالتالي هيبقى عنده مشكلة في بداية الموسم. طبيع يا كابتن. في صفقات جدا دخلت. صحيح. وفي نفس الوقت. في شكل عام موجود بنسبة تسعين في المية. وقوام ظاهر للعيبة النادي الاهلي الفترة اللي جاي. كل واحد فيهم. اللي انتهى منه. عايز يقنع بالراجل من جديد. ان انا. انا الجدير اللي انا اكمل من الموسم الجديد بتاع تلاتة عشرين اربعة عشرين. على اللي مفروض اكون موجود. روح التنافس دي مطلوبة. انت الاول. مثلا. هندرب امثال. مثلا. محمد هاني. بقى فيه محمد هاني. وفيه كريم عبد الفتاح. وفيه اكرم توفيق. بقى فيه محمود متولي. وبقى فيه محمد عبد الماني. وبقى فيه ياسر برين. بقى فيه رامي ربيعة. تمام. علي معلول. وبيبقى جانبه ممكن الدبيس. وبتستعمل كوكا شوية. ماروان وديانج. وريدا سليم. والسولية راجعه. والسولية. وامام عشور. وقفشة. وطاهر. وحسين. وعبدالقادر. وتاو. وكهربا. وشريف. والفيرود الاجنابي. انت دلوقتي كم. الراجل هيحط شكل. الراجل اشتغل بشكل. كل الناس خدت بالها منه. انه كولر. اتعلى بالمقار. عمل اللي هو عايزه في 23. من الجديد بقى كولر. كولر بشكل جديد. بقماشة جديدة. بأسلوب جديد. وبتطور في اداء لعيبة النادي الاهلي في مساحة. تبدأ بفترة الاعداد. الحاجات اللي ما كانش بيالحق يحفظها للعيبة. عنده المساحة يشتغل فيها. لفترة طويلة لضغط البطولة. عند فترة الاعداد. اروح الكابتن عادل. مدير فني كبير جدا. واشتغلت فترات اعداد كبيرة جدا. مع اندية ومع نادي الاهلي بشكل كبير. انت كمدير فني اهم حاجة بتشوفها في اهمية فترة الاعداد. بتبص للعيبة ازاي. بتقيم اللعيب من خلال فترة الاعداد ازاي. وبيبقى هل فترة الاعداد او العشر او الاثنشر يوم بتوع المعسكر دول بيديك انتباع لبداية الموسم اللي جاي بالنسبة للفرقة؟ اكيد لان من بقى حوالي سبع اتمنى سنين النادي الاهلي لم يحصل على فترة ازاي الفترة ديت. فانت عندك تقريبا حوالي خمسة واربعين يوم. ما بين اعداد. ما بين ماتشات ودية. علشان تخش على الصوبر اعتقل اللي يبقى في نص سبتمبر. ما فيش شك ان الراجل زي ما حدك عارف. راجل بيشتغل علمي من يوم ما جاه. لكن لم توفر ليه مساحة علشان يقدر يعمل الحاجات اللي في دماغه. حتى الاجهزة اللي هو جايبها وكانت في الجمارك. ولسه اعتقد يمكن تكون طلعت. ولسه مطلعتش مش عارف. لكن القياسات اللي هاتف. واهتم جدا بالاجهزة الحديثة هو كمان عشان يقف على مدى امكانية اللعيب في عملية الروتيشن بالذات يعني. زمانة كابتن هاني كنا بنعتمد على العين وعلى الاحساس كلاعب. انك انت تعرف الراجل ده ممكن. كانت امور اصعب على ايامك كابتن. بالنسبة للمدير الفني انك تقايم اللعيب بشكل او تحط بردنامج بدني معين. كانت امور اصعب من دلوقتي. كنت بتشتغل كل حاجة. كنت بتشتغل المدير الفني. حقيقة. ما كانش بتخصص كمان بشكل جديد. لا 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 بتشغل كل حاجة. واداري ومدير كورة وكل حاجة. فالرجل بيشتغل العلمي من يوم ما جاء. اعتقد ان الفترة دي. فترة مهمة جدا. ان الراجل. طبعا اللعيبة اللي هي عنده. ما كيش خلاف عليها. ان هو وصلهم بدنيا. وفنيا. لحتة بعيدة جدا. صحيح. لكن مازال في بعض القصور محتاج ان هو يطورها. فيه لعيبة بنقيسة حاجات. مكانش يقدر ان هو يعمل. ومنها الفرص السهلة اللي كانت بضيح في الماتشاه. صحيح. منها احيانا الواجب الدفاعي يبقى فيه من الكسر شوية. الجهاز اللي موجودة بيبقى فيه قياس للعضلة. العضلة دي كل شهر بيعمل قياس للعضلة. هل هي بتنمو? وبتنمو لحد امتى? الجهاز التنفسي بياخد الاكسجين بدرجة قد ايه? كل الامور دي. البصمة القدم. النواحة الغذائية. كل الامور دي راجب الشغل عليها. باجهزة. ومن خلال الاجهزة بيتور من اداء اللاعب. انت نقصك ايه? الشريف نقصه ايه? عبدالقادر النقصه ايه? نقصه ايه. كل الامور دي بيحاول ان هو يصلحها في فترة الاعداد. الجانب التنافسي هيبقى مهم جدا من الفترة اللي جاية. وزي ما حضرهاك تفضلت. انت عندك في الاربع شهور عندك كم من البطولات. مش اقال من اربع خمس بطولات. وفي غاية الاهمية. منهم كاس عالم. ومنهم بداية افريقيا. ومنهم بداية دوري. ومنهم سوبر. الافريقي طبعا. كل الامور دي ايه محتاجة ان هو يبدأ. مش عايز اقول هيبدأ بممتاع القوة. لكن طبعا زي ما حراك عارف انه دايما في عملية بداية الدوري دايما ببقى فيه صعود. بتبدأ من تحت وبعدين بتبدأ في عملية الصعود. بحس انك انت الدور الاولاني توصل لمرحلة معينة. بعد الدور التاني حد ما توصل في نهاية الدوري الى طب الفورمة بتاعتك بتبقى اه وصلت لمرحلة مهم. الفترة اللي هو ربنا اراد ان هو ياخدها في في النمسا. وهي عمل متشين اعتقد في النمسا. وبعدين اللي ما يرجع هيبقى برضو فيه متشات اخرى. الفترات ديت في بعض اللاعبين الجانب النفسي محتاجين. محتاج الشغل عليه. الجانب الاداري هيبقى برضو محتاج شغل عليه. الفترة اللي فاتت كان فيه اه كم من الاخبار كانت مشتتة دماغ اللاعبة من حيث العروض ومن حيث الفلان جيله عرضه. الامور دي هتبقى ممتهية. وبالتالي الزهن الصافي هيبقى موجود. بحيث ان انا وانا بشتغل بدني. وبشتغل تغذية. وبشتغل القياسات. وبشتغل جانب النفسي. اعتقد البداية هتبقى رائعة مع الرجل ده. لانه بشتغل هو والجهاز الفني اللي معاه. صحيح. ما اغفلش دور الجهاز الفني معاه. طبعا. طبعا. كلها منظومة متكاملة الحقيقة. وده يعني انعكس بشكل ايجابي جدا في الموسم لفات موسم استثنائي. عمر. كابتن اتكلم على كل النواحي بالنسبة للمعسكر. سواء على النواحي التغذية. البدني. النفسي. كل حاجة. عايز اكلمك عن النواحي الفنية شوية. المباريات اللي بيخدها او هنخدها ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون مباريتين في النمسا. هل انت فاجأ يعني تفتكر ان هيكون فيه شكل مختلف شوية لأداء التكتيكي اللي كولر. هل هيعتمد في المباريات دي. تعالى ممكن يشوف. بدل ما بالعب اربعة تلاتة تلاتة. ممكن. العب اربعة اربعة اتنين في وقت ملاوقات. او اربعة اتنين تلاتة واحد. يعني المباريات التجربية دي. فيها نوع من انواع التحسس. بالنسبة لخطط فنية اكتر لي كولر. ممكن يستخدمها الموسم اللي جاي. طبيعة كابتنان ان المدير الفني بيبقى عنده طريقة او اتنين وثلاتة. احنا على الورق اللي شايفينه الكلر اربعة تلاتة تلاتة. اول اما المباريات تبدأ بعد خمس داي بيحول طريقة اللعب الاربعة واحد اربعة واحد. الحتة الهجومية هي الربط بقى هو كان متعود لعبة النادل الاهلي ان الشغل يبقى جبهات من ناحية الهين ومن ناحية الشمال. هو دلوقتي عايز يشوف ممكن يبقى فيه فرويدين. ممكن يلعب اربعة اربعة اتنين. ممكن نلعب اربعة تلاتة اتنين واقع. ايا كان شكل الطريقة هو لازم يكون قمشته او الخامة اللي معاه تلعب بكل الطرق اللي هو شايفها تنفذ له الاداء او الاسلوب اللي هو هيبدأ بيه من الموسم الجديد. مع مراعاة طريقته القديمة اللي هي كانت ظهرة لنا بين ان مروان بيلعبها له اربعة واحد اربعة واحد. الحتة الهجومية اللي هو شادرو سترايكر اللي تحت الفرويد. اللي هم الاربعة اللي هي مركزين اللي بتحركوا زي مهم ما عايزين داخل الصندوق. وارد انه هيشتغل بالاسلوب ده. وارد انه هيطور من اداء لعبة النادي الاهلي. وارد انه هيطور من طريقة هجومه للنادي الاهلي على الفرق الخص. انه بقى ظاهر للناس كلها انه بيشتغل بتاو وعبدالقادر او حسين. وبيسيب مهام معينة لالود يانج. وكان حمدي فتحي. دلوقتي هيبقى فيه شغل جديد. هيبقى فيه رضا سليم وهيبقى فيه امام عشور. الشغل كمان اللي كان محروم منه لالي. التزديدات اللي من بره التمنتاشر اللي ما شوفناش كتير مرة او اتنين وشوفنا منها الهدف الاخير في مبارات المصري بتاع احمد القندوسي. الحاجات دي محتاجة يعني لعيبة النادي الايب عندهم الجراءة والتزديد من كل خطوط الملعب. الحاجات العرضية اللي ما استفدش منها فاردة النادي الاهلي جادة العاب الهوى دي من ضمن الحاجات اللي تحطي في الحسابات. الحتة بتاعت الصندوق. الحتة من اول الشناوي وعبدالقادر. الحتة دي مؤمنة انا ياسف عبدالمنعم. مؤمنة كويس اوي ان هو الراجل اللي عنده جنبريلي بيعمل الحتة بتاعت الربط ما بين خطوط قطة الدفاع على اعلى مستوى. الربط بقى في الحتة الهجومية بالتفنش الايجابي باهداف واحد واثنين وتلاتة. تمام. على الجايب التاني كابتن عادل. الصفقات الجديدة. بنتكلم على امام عشور وريدة سليم. دخولهم معسكر وبتبقى اجواء بالنسبة لهم جديدة. واحنا عارفين النادي الاهلي على طول اول ما حد عنصر جديد بيخش بناس على طول بتاكنه موجود معانا بقاله فترة ده. انا كمان عشت في النادي الاهلي. لكن الادوار بقى التكتيكية. عمر اتكلم على كانت نسبة التزديد بالنسبة النادي الاهلي خارج التمنتاشر. دي كانت قليلة شوية المسلم اللي فات. هل هيكون في ادوار ليه امام عشور مثلا في المعسكر. انه يزود هذه القدرات. لانه هو يعني معدل تصوباته. ومن اللعبة اللي بتحب تسديد من بارة التمنتاشر. هيكون لها دور في المعسكر ريدا سليم. هل ريدا سليم الناس بتتكلم اللي هو بيلعب وينجي مين اكتر ما بيلعب وينجي شمال. هل هيكون في المعسكر برضو من خلال المباريات. من خلال التأسيمات. من خلال يعني الوحدات التدريبية. ممكن نشوف ريدا سليم مرة وينجي مين وينجي شمال. يعني خاصة كلمنا عن العناصر الجديدة اللي دخل النادي الاهلي. انا بس هستأذنك في السؤال بتاع عمر انه بنوضح للناس وطبعا انتم اللي اتنين عارفين. يعني واحداك طبعا عارف. الجانب التكتيك اللي الراجل بيلعب بيه. نفس مدرسة جورديولا بيقدي بيه. فحيطة انا بلعب باربعة تلات تلاتة هي مش شطرانج. انا مش حاطة. صح مزبوط. مش حاطة اربعة وحاطة تلاتة وحاطة تلاتة قدام. الكلام ده او اربعة قدام. الكلام ده مش مزبوط. والدليل على كده بتبص تلاقي بيد حرية حركة وامورونا. ان ديانج ممكن يبقى جوه السكس يارد. مزبوط. حمدي فاتحي تليه جوه السكس يارد. مروان وهو اللي بيبقى يعني الليبرو قدام السرد باكين. الليبرو متقدم. ومع ذلك بتلاقيه فيين. بتلاقيه جوه السكس يارده في بعض الماتشات. المرونة ديات اللي هو بيقديها. طب ده انت بتأدي الواجب الهجومي. طب انت بتأدي الواجب الدفاعي. بتدوس تلاقي بيلعب باربعة خمسة واحد. السرد الحسين ووتاو بيرجعوا. صحيح. مع التلاتة مع اربعة بيبقى فيه كهربا بس اللي قدام. مزبوط. فمعنا كده ان انا بقلعب اربعة خمسة واحد. اربعة واحد اربعة. دي بتبقى يعني ولهيلا جدا في فترات معينة. وانت بتبني الهجمة. ومع ذلك ما بيبقاش مروان اللي واحده. بتبص تلاقي اول ما بيستلم على طول ديانجي بيروح جهله على الجم. او لما منع بيستلم الكورة بتلاقي. مزبوط. في عملية البلد اوب بنلاقي اللي هو مروان. وممكن جدا قليو ديانجي ساعة شوية. مزبوط. بيجهله على الجنب بحيث ان هو. يبقى دايما كاتنهاني. انه دايما في الملعب بتلاقي كلها مسلسات. انا بستني بالكورة بتلاقي واحد على يميني واحد على شمالي. وهكذا. بص تلاقي الملعب كله عبارة عن مربعات. والمربعات دي كلها مسلسات. وبالتالي الراجل نفس الاداء اللي بيقديه جورديولا مع المان سيتي. هو بيقديه مع الندر الالي من اول يوم جي فيه. عملية الضغط على المنافس. واذا المنافس قدر ان هو يطلع بالكورة. بيعمل عملية ارتداد سريعة جدا. جدا. بيعلم من اللي اقل بدنية. بحيث ان لما انا بضغط. كل الناس بتضغط معي. مش انا بضغط. وبعدين انا التاني بكسل. كان ضغط جماعي. كل المجنوع بتضغط وقت بحيث ان انا قطع الكورة في اقل وقت. وفي اقصر مسافة. الجانب التكتيكي ده طبعا. الراجل فكره عالي جدا. وهو بينفزه ومصر عليه. والطريقة اللي هو بيلعب بيها طريقة متزنة جدا. والدليل على كده انت. حلاقش مع معاك يا كابتن ومع عمري كمان. الشكل التكتيكي للسنة اللي فاتت لمارسل كولر. ما تغيرش كتير. الشكل كل الادوار سواء لكل لعيب. الادوار الدفاعية الهجومية كلنا حافظينها. لكن عنزين نكلم كمان على الاحصائيات والارقام. عشان كده خلينا نستقبل ضيفنا النهاردة محمد الباز. علشان يعني هيغوص فينا وعنده جداول وعنده ارقام الحقيقة مهمة جدا. سواء على المستوى الفني او كمان على مستوى التسويقي من خلال القيمة التسويقية كمان لفرق الدور الممتاز. تعالوا مع حضراتكم نستقبل. ضيفنا النهاردة محمد الباز. محمد مساء الفل عليك. كابتن هاني مساء الفل. نورنا ومشرفنا في المحترف الدوري المصري. زي كده على مستوى اوروبا وعلى مستوى الدوريات العالمية اكيد بتحضر لنا حاجات مهمة جدا على مستوى الدوري المصري. محضر لنا ايه النهاردة? يعني نربط بقى كل الاحداث عارفين ان الانتقالات الصيفية الحالية هي يعني حديث الساعة. صحيح. سواء كان في افريقيا في اوروبا في اسيا. آآ ولكن نهاردة طبعا في المحترف الدوري المصري حنركز على الدوري المصري ومقارنات القيمة التسوقية والانتقالات الاخيرة اثرت ازاي في القيمة التسوقية لكل الاندية. حل. جايبين بعض المقارنات يا كابتن هادي بنشوف آآ الانتقالات اللي حصلت سواء كان على سبيل الاعارة او سبيل البيع النهاي او او اثرت ازاي في القيمة السوقية للاندية. وبرضو تعكس ازاي على اللعيبة. ده طبعا بيدي آآ ويت تعالي كبير جدا للاندية سواء كان مثلا ممكنك سعيد المحلي handlar صعيد الافريقي. يعني انهاردة منتكلم عالة النادي الاهلي مقارنتا بكل الاندية افريقى هو بحتل المرتبة الاولى. المركز الاول في. نفس الكلام على الدوريات الدوري المصري يعني ايت inventberry استعتقد في المرتبة الثانية. بعد دور جنوب افريكي. بعد دور جنوب افريكي. ولكن لو متكلم عن الاندية الاهلي رقم واحد سوندونز رقم اثنين. بتكلم على مستوى الاندية. هنستعرض سريعا كده قبل ما نخش طبعا على الأرقام حصاد الموسم الماضي نحن نتكلم فيه ورضو على نقطتين ثلاثة سواء الأماكن بالأرقام الأماكن اللي الأهلي كان بيخسر فيها الكورة وبيسترد فيها الكورة رقميا وكلنا بنشوفه طبعا في أرض الملعب والكروسات وأهم الحاجات اللي كابت نتكلموا عليها شكلها رقميا عامل إزاي وطبعا حيبني عليها مرس الكولر للفترة الجاية قبل ما نخش في كده هنستعرض مقارنة سريعة على قيمة التسوقية ومقارنتها حتى واحد غصص يعني من بداية الموسم حتى واحد غصص يعني احنا ممكن نبدأ بشكلين الشكل أولاني من بداية الموسم حتى خمستاشر سبعة اللي فت تمام بنبصة كابتنهاني الارتفاع النسبة الموية بترتفع وبتنخفض عند بعض الأندية يعني دايما الأهلي هو أعلى قيمة سوقية أو تسوقية في الوقت الحالي طبعا بتلاتة وتلاتين مليون بوينت عشرين يوروب حتى من بداية الموسم لحتى خمستاشر يوليو أو خمستاشر سبعة كانت تقومة تسوقية تسعة وعشرين بوينت سكس مظبوط دلوقتي تلاتة وتلاتين بوينت اون مظبوط ده بيقول ايه بيقول ان الأهلي في ارتفاع في قيمة السوقية بنسبة اتناشر في المية بوينت او في حتى خمستاشر يوليو بالضبط كده نفس الكلام بيجي طبعا في المرتبة التانية بيراميدز. آآ حتى خمستاشر يوليو. كان تسعتاشر بوينتو. وهو طبعا القيمة الحالية دلوقتي عشرين. ده برضو بيقولك ان فيه ارتفاع عند بيراميدز في القيمة السوقية بنسبة اربعة في المية. آآ ثم الزمالك ثم فيوتشر ثم سيراميك. انا نتكلم على الزمالك طبعا. وبقيت الاندية البنك الاهلي المصري. نفس الكلام. لو نتكلم على البنك الاهلي كابتن هاني ستة. احنا نقف لغاية تقريبا لغاية المصري كله بلاس. يعني لغاية المصري في نسبة زيادة تقريبا صحيح. في فارقه. فارقه في آآ مائس. القيمة التسوقية بدأت تقل يا. مزبوط. يعني القيمة التسوقية مقارنطن بيه حتى خمستاشر يوم. حتى الوضع الحالي طبعا بتقل عنه. طبعا عشان الناس تعرف لغاية دلوقتي. لكن ممكن جدا مع الانتقالات ولسه الانتقالات مستمرة. القيمة التسوقية ممكن تعلى لكل الاندية. بالزبط يعني انا بتكلم في خمستاشر يوم يعني انا اهلي لو الشباب نخش على واحد اغسطس. القيمة السوقية او تسوقية حتى واحد اغسطس. تمام. كنا بنتكلم من الاهلي كان في ازياد آآ عالي جدا. بتكلم في اتناشر في المية. دلوقتي بنتكلم وصلت تلاتة في المية. لان القيمة التسوقية والسوقية حتى واحد اغسطس عند النادي الاهلي وصلت اربعة وتلاتين آآ آآ بوينت فايف آآ مليون يورو آآ مكرنة بالقيمة التسوقية والسوقية حتى الان الحالية هي تلاتة يعني بنتكلم دلوقتي في نسبة ماوية بنتكلم في ارتفاع سوري انخفاض ثلاثة بوينت تمانية انخفاض يعني مقارنة بأربعة وثلاثين لثلاثة وثلاثين لا هي زيادة ثلاثة في المية عن يعني هو بتتكلم عن اللي نكوننا بتتكلم على الجدول اللي فات الأهلي طبعا دايما يعني الحمد لله القيمة التسوقية بتكون عالية جدا عنده لكن عايزك عشان برضو الناس تفهم يعني ايه القيمة التسوقية يعني انت ايه يعني هي القيمة التسوقية هي قيمة كل لعيب في النادي الأهلي او بتتكلم على حسب البطولات او قيمة كل لعيب بيجمع كل دوت ويبقى قيمة تسوقية للعيب النادي الاعلى او المعدل العالي الاثل الاندية بيتعكس طبعا في القيمة التسوقية للاندية يعني احنا دلوقتي بمجرد دخول طبعا امام عشور او ردا سليم ارتفعت القيمة السوقية حتى 15 مايو. لما يخرج لعيبة أو بيجي لعيبة عن سبيل العارة أو بنشوف طبعاً قيمة السوقية بتاعتهم قد إيه وبتم حسبتها كابتناني وبتتعكس في التوتل أو الإجمالي. لما لعيبة تخرج من نادي أو بتاع زي فاركو تقريباً فيه لعيبة خرجت أو فيوتشر فيه لعيبة خرجت أكيدة قيمة تسوقية للنادي بتقل بشكل واضح يعني. مزبوط. وده شفنا هنا مثلاً على سبيل المسال فاركو برضو بالماينس هنا فيه انخفاض بانك الأهل انخفاض يعني ده بقى المقارنة اللي احنا بنشوفها ما بين كل الأندية حتى واحد أغسطس. نفس الكلام فيه انخفاض في النسبة الموايب بنسبة 2.2 المقاولين الاتحاد الإسماعيلي. طبعاً الزيادة الكبرى هي عند زد يعني زد 2 الكيمة السوقية يعني بترتفع دائماً عندهم بنسبة كبيرة جداً 32 لأنهم اشتغلوا أكثر على طبعاً. بيستخدموا لعيبة وكمان كانت القيمة التسوقية بالنسبة لزد بعد صعوده للدورة الممتاز كانت محدودة شوية لكن مع استخدام بعد اللعيبة القيمة التسوقية بيزيد بشكل كبير. مظبوط ده طبعاً بتعكس وجود فريق في الدورة الممتاز لازم أكيد ده طبيعي جداً إن أرقامه بتاعلي. احنا بعضين نخش على نقطتين الحاجات الفنية بتكلم فيها أماكن استخلاص الكرة أو أماكن نبدأ بأماكن خسارة الكرة الأهلي كان الموسم الماضي يا كابتن هاني بيخسر الكرة في أماكن معينة. لو نقسم الملعب للتلت تلازم كنا دائماً بنتكلم التلت الدفاعي تلت الأوسط والتلت الهجومي اللي هو عند المنافس بنشوف الأهلي كان بيخسر الكرة الدقيقة على مستوى التسعين دقيقة وفيين بالزبط في الملعب. ونفس الكلام بيستردها منين بالزبط؟ وده برضه هنشرحه بيعكس قوة الأهلي فيين بالزبط؟ وده بيبين كمان يعني الشكل الضغط العالي إذا كان النادي الأهلي بيعمل ضغط عالي بيستخلص الكرة في الضغط العالي ممكن تعمل ضغط عالي وما تقدرش تاخد الكرة ولكن بيبقى عندك يمكن نسبة أكبر إنك تستخلصها في نص الملعب ولو ما قدرتش تضغط في نص الملعب بيبقى في التلت الأخير. فالأرقام بتبين الجزء عشان نترجم دوت لي الجزء الخططي إن النادي الأهلي كان بيلعب ضغط عالي بشكل كبير جداً ونشوف مع بعض بس الأول عشان نقدر نترجم الجدول يعني. ندر نشرح تبكى الأرقام يعني معنا صور الصور دي بنوضح فيها الأماكن بالأرقام الأماكن اللي الأهلي خسر فيها الكورة يعني مثلاً نتكلم دلوقتي بادئين هنا ده طبعاً الجدول بالدور الدوري المصري الكامل لكل أندية الدوري المصري بدأ هنا ببرامدز كابتن هاني بنقول في أول يعني كلهم هنا متكلم إن الأهلي أو البرامدز أول حاجة بتشرح العدد المرات اللي خسر فيها الكورة في 90 دقيقة على مستوى المباراة 90 دقيقة ثم بتكسم إلى 3 أقسام الأول حاجة ده كابتن هاني بتكلم مثلاً عن ببرامدز خسر الكورة 93 مرة بوين 9 تقريباً 94 مرة فيه خلال 90 دقيقة ده الأبرج يعني ده على مستوى المباراة كلها في أثناء الدوري بعد كده بتوضح لك 13 بوين 7 ده العدد المرات اللي خسر فيها بيرامدز فيه التلت الدفاعي عنده من تحت عند التلت بتاعه التلت الدفاعي التلت الأول التلت الأوسط ثم التلت الأمامي أو التلت الهجومي اللي هو نمسك النادي الأهلي يعني خلينا برضو نمسك النادي الأهلي وتشرح برضو النادي الأهلي تقريباً 11 بوينت زيرو أو 11% ده خسر الكورة في التلت الدفاعي مصبوح ممكن جداً مع بداية الهجمة مع البلد أب ممكن يكون 11% 34% ده تلت الأوسط بصد الملعب تحديداً الأهلي خسر الكورة يعني تقريباً بقى 35 مرة بنسبة 37% من إجمالي العدد خسارة الكورة والتلت الأمامي بقى كابتن هاني هناك بقى خلاص تلت هو الهجومي اللي هو يعتبر تلت الدفاعي أو تلت الأول عند المنافس ده أكتر نسبة للنادي الأهلي في خسارة الكورة هناك يعني دايماً ده بيوضح أن النادي دايماً كان متواجد سواء كان حتى في حالة حيازة الكورة كان متواجد دايماً في حالة هجومية شارسة وده اللي احنا تكلمنا في تطوير الناحية الهجومية عند النادي الأهلي فدايماً الأهلي كان في حالة حيازة الكورة أو لما بيجي يخسر الكورة كانت نسبة عالية جداً في التلت الهجومي 37.5 نسبة 50% دي أعلى نسبة الأهلي بقى لما كان بيخسر الكورة في التلت الهجومي كان بيستردها فين في الثلات أثلات برضو او تأسيمة الملعب ده بقى الجدول اللي بعد كده كابتن هاني حنبص الاهلي لما كان بيخسر الكرة عرفنا هي اكتر نسب كنت تلت الهجومي وده مهم ان انت ممكن تخسر الكرة في التلت الهجومي وانت بتهاجم ممكن تخسر الكرة لكن بترجع تاخد الكرة تاني امتى ده جزء مهم جدا بترجع تاخدها في وقتها ولا في نص الملعب ولا في التلت الاولاني فده مهم برده بالزبط يعني نخش بقى على استرجاع الكرة هنا بقى حتى احنا مشاورين عليها كابتن هاني ده الاماكن برضو نفس الكلام واحد وتمانين مرة في التسعين ديه ده افرج على المستوى المباريات كلها في الدوري اتنين وتلتين بوين سابعة ده كابتن هاني استرجاع الكرة في التلت الدفاع النادي الاهلي ثم التلت الاوسط وده هنا في التلت الاوسط لو بصنا مقارنة بكل الاندية هتلاقي الاهلي هو اكتر فريق كان بيسترجع الكرة في التلت الاوسط في نص ملعبه يعني ده برضو وحتى في الناحية الامامية في التلت الهجوم يعتبر التلت الدفاع عند المنافس هتلاقي ايضا برضو الاهلي في المرتبة التانية تقريبا او التالتة في استخلاص او ريكافري لرجوع الكرة في التلت الهجوم لما ناف عند الرقمين دول بيدلل هنا كابتن هاني ان التطور كبير جدا للضغط الشرس اللي كان بيعمل الاهلي الجيجي اللي هو على طول استخلاص ريكافري بسرعة احنا كنا بنعرض في الجدول اللي قابله بنخسر الكرة فين فانت لما بتخسرها في نص الملعب او في التلت الهجومي ده وبتستردها في نفس المكان ده معناها ان انت عندك الجيجي مبريسنج عالي جدا في اقل من عدد ثواني انت بترجع ان انت تسترجع الكرة باسرع ما يمكن وده بيدلل زي ما كنا كنا على تطوير الضغط العالي عند الاهلي والشرس كان بيعملوا في حالة طبعا عدم حياسة الكرة بيدغل ضغط الشرس بيسترجع الكرة باسرع ما يمكن فده حاجة ممتازة جدا بيدلل قوته وانعارف ان مرسل كلها حيبنى عليها الفترة الجاية ازاي وحننشير لها بعد كده هنتكلم على الكابتن عمر اتكلم عليه من شوية الكروسات اللي كانت كتيرة جدا الركنيات وازاي احنا الاهلي محتاج يشتغل عليها بشكل كبير جدا الفترة الجاية دي مقارنة بالعدد الكروسات اللي اتعملت يا كابتن هاني فيه خلال الموسم المنقضي بتورينا بقى الاهلي فين هنا في عدد الكروسات اللي عملها خمسمية وتلاتاشر كروسة عمل من نادي الاهلي خلال الدوري في التسعين دي ايه يعني معدل من يعني تقريبا اربعتاشر كروسة عمل بنتكلم بقى الدكة بتاعته تقريبا تلاتة وتلاتين في المية محتاجين نشتغل على دكة الكروسات عشان نترجم ده الاهداف طيب من ناحية اليوم ناحية محمد طبعا هاني او بيرستاو خلينا لك الرقم ده خلينا نتكلم شوي عليه لان كان كل الناس بتتكلم ان الحالة لجمعية للنادي الاهلي او الكروسات اللي بتتعامل من ناحية الشمال اكتر من ناحية اليمين ايوا اظن الاحصائية دي بتقول ان اتعمل متين تلاتة وسبعين كروس من ناحية اليمين مزبوط مقابل متين تلاتة وتلاتين كروس من ناحية الشمال ده دي دي مهمة لازم نقف صحيح هنا ده ناس كلها تكلم اقفين محمد هاني ده بيبين تطور محمد هاني مزبوط ده بيعكس تطور محمد هاني بيعكس القوة اللي حصلت في الناحية الهجومية او من ناحية اليومنا طبعا ده بنشوفناه في ارض المرعب بشكل كبير جدا وازاي كان معنا بعض الحالات والفيديوهات يعني بتورينا قد ايه الاهل استفاد من الكروسات او محتاج ان هو يشتغل على الكروسات لان احنا الاهل اقوى خطوا هجوم بتلاتة وستين هدف تمن اهداف فقط بالرقص بالرقص او من كروسات او سواء كان من من رقنيات زي ما احنا بنشوف معنا هو كابتن هاني او حتى من دي سواء رقنيات او من العرضيات سواء كانت الكورات السابتة او كورات السابتة المتحركة شفنا منها اهداف ولكن عدد الاهداف هنا بالرقص كانت قليلة جدا مقارنة بعدد الكروسات الضخمة اللي احنا شفناها فوق الخمسمائة كروس طبعا ده بعض الهداف النادي الاهل استفاد بالكور السابتة فيها وزي ما كلمنا اه طبعا احصائية مهمة جدا باز اللي انت قلتها خاصة بنتكلم على الناس اللي مش شايفة التطور الجبهة اليومنا عند محمد هاني وكنا كلنا بنقول ان اكيد ناحية الشمال العالمعلول ما شاء الله يعني نجم كبير جدا وعنده كروسات بشكل كبير لكن احصائية بتباين ان كمان التطور الكبير للناحية اليومنا عندنا عدد الكروسات حلال الموسم من ناحية اليمين اكتر من ناحية الشمال ده اكيد كان مهم جدا انه يبان باز بنشكرك شكرا جزيلا يعني بيتمتعنا يعني بتبديع معانا هنا في المحترف وان شاء الله نشوفك اكيد الجمعة اللي جاي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان لقائنا مع محمد الباز ولغة الارقام والاحصائيات هنروح لفاصل سريع ونرجع مع ديوفنا القبار الكابتن عادل تقيمة والكابتن عمر الحديد